السلام عليكم كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال إذن كيف ماشتم من خلال عنوان ديالفيديو فوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي كتعلن على انطلاق عملية إيداع ترشيحات الأحرار لامتحان نيل شهادة التقني العالي البتائس وهذا العملية غادي تم عبر البوابة الإلكترونية ديالوزارة اللي غادي نخليها لكم صندق الوصف وذلك ابتداء من يوم الغد 23 دجانبر وآخر أجل هو 23 يناري إذن نخليكم معنا في فيديو بنشوفوا الشروط ديال ترشيح الشرط هو الأشخاص الذين سبق لهم أن تابعوا تكوينهم بأقسام تحضير شهادة التقني العالي يعني الناس اللي فيتليهم قروا في البتائس وكملوا حتى للسنة الثانية من التكوين في نفس الوقت كذلك خاص يكون هذا المترشيح حاصل على شهادة البكالوريا في المسلك المطابق للتخصص المطلوب يعني هذا التخصص المطلوب خاص يكون عنده مثلا إلا كان شعبة ديال الكهرباء فرخص البكالوريا يكون مثلا تقني في الكهرباء أو لأي شعبة مطلوبة فهذا التخصص هذه بنسبة للبكالوريا وأن يكون المترشيح قد تابع دراسته إلى غاية سنة الثانية من التعليم العالي في التخصص سهو يوافق التخصص المطلوب خاص يكون يوافق هذا التخصص اللي هو غادي ترشح لي كيف سبق وذكرنا باللي تسجيل في الأول غادي يكون عبر البوابة الإلكترونية مني كتسجيل كتير الفورمولا غدالك كتدير فيه صورة رقمية حاديثة للمترشح من بعد كتجي المرحلة ديال إيداع الملف الترشيح الورقي بمركز تحضير شهادة تقني العالي اللي غادي يكون حسب تخصصات ديال كل مركز كل مركز رفيو حتى تخصصات معينة يعني كنحترموهم مع وجوب أننا كنديروا مع الملف وصل الترشيحين فوق ملف اللي استخرجتوهم من البوابة وإيداع ديال الملف داروري خاصو يكون قبل من 23 يناير يعني أجل أقصى هو 23 يناير مع ذلك خاصنا يتم إرفاق ملف الترشيح بالتزام مصادق على صحة توقيعه أشنو فيها التزام كيقرر فيه المترشيح بالطلاع على القوانين الخاصة كاملة ديال الغش في الامتحانات المدرسية وكيلتازم بالمقتضايات ديال هاد التزام كذلك غادي تعمل وزارة على نشر بالنسبة للوائح المؤقتة ديال المترشيحين الأحرى اللي هما تقبلوا في كام مرحلة في المرحلة من الأول كيتقبلوا أنهار عشرة مارس وغادي تخصص واحد الفترة اللي ممتدة من 11 إلى 20 مارس لتقديم ديال الطعون إلى المركز التكوين ديالناس اللي كتتوفر فيه بالشروط وما تقبلوش باش يدوزوا هالامتحان وسيتم منشر لوائح النهائية للمترشيحين أحرار يعني اللي هما ديال المقبولين بصيفة نهائية أنهم يدوزوا نهار 25 مارس يعني من بعد ما كيدوز الطعن كي يعلنوا على اللوائح النهائية اللي هي نهار 25 مارس كذلك بالنسبة المترشيحين اللي هما متسجلين فيمكن اللي هم يتبعوا المسار ديال الوضعية ديال الطلبة ديال الترشيح ديالهم عبر البوابة اللي نفسها تسجلتوا منها ديال بتاسليبو.من.gov.ml اللي غادي نخليها لكم محتية في صندق الوصف إذن كان هذا هو الفيديو كانت مننا لكم التوفيق ما تنساوش لأول مرة كيشوف القناة ما تنساوش تشاركو اللي عندو شي سؤال ما تردوش خلوه ليه في كومنتر وإلى اللقاء